ده طبق فاكهة من أي فاكهة موجودة عندنا في البيت أو موجودة في الموسم يعني إحنا عشان التصوير بس مهتمين شوية زيادة كده وجايبين شوية ألوان يعني لكن صنف واحد ماشي صنفين ماشي الحال اللي موجود عندكو استخدموه يعني ها اللي عندكو استخدموه شكرا يا حبيبي عندي فراولة عندي برتقان عندي طفاح موز كيوي عنب بس وبعدين متعادين تاني الناحية التانية شكل الطبق حلو جدا ألوانه حلو قوي آه لكن أنا عندي صنفين بس ماشي الحال أنا يعني في العادي أصلا أحط عينب وفراولة بس يعني أنا في البيت حتى لو عندي كل الأصناف دي هحط عينب وفراولة بس هما دول اللي بحطوه مع الزبادي فكل واحد يستخدم اللي موجود عنده بعد كده نيجي للزبادي زبادي خليل دسم زبادي بلدي زبادي نص دسم زبادي دسم كامل زي ما أنتوا عايزين لحد كده يا جماعة دي خلاص الوصفة خلصت على فكرة طيب فيه ناس بقى ما تعرفش تاكل الزبادي زي حالاتي كده غير لما يبقى مسكر شوية فممكن نحط معلقة عصر أبيض ممكن نحط معلقة سكر عادية سكر أبيض اللي بنحلي بيه الشاي أنا بقى أحب جدا أحط معلقة من المربة وأكتر مربة بحبها مع الزبادي مربة توت أنا بقول لكم أفكار لكن هي مش ملزمة بمعنى أني هحط الزبادي هحط عليه سكر أو عسل برحتكم هحط عليه مربة فراولة مربة مش مش مربة جازر مربة برطقان مربة توت مش هحط خالص أوكي هحط معلقة سكر بارك الله فيه مارزك والفة هنا وشفة والموضوع خلص لو عندي ضيوف بقى بقوم ضيفة معلقتين من الكريم شانتي بتدي طعم فضيع جدا للدراسنج وبتوديه في حتة تانية خالص لكن أنا لو في البيت أو لنفسي يعني مش هحط أوكي فبس إيه دي مجرد أفكار لا هقول لك ليه مش فكرة أن أنا يعني مهتمية بالضيوف ومش مهتمية بنفسي لكن أنا عايزة أكل حاجة في البيت سريعة وخفيفة وموجودة طول الوقت يعني مش عايزة أنا أفهم أخش في البروست طويلة قوي وافضل أضرب بقى الكريم شانتي ومش شغلانة ما هي هو صحور إحنا عايزين علبة يعني في البيت بعمل إيه بفتح علبة الزبادي ومحط عليها معلقة السكر أنا بحيبه بالسكر مش بالعاصل وحط عليه واحدتين فراولة متقطعين وواحدتين عينب وخلوق المداخل ومضرباهم في العلبة بتاعة الزبادي واكلاهم مش عامل كل دا يعني مش معقول برضو ما هو أنتوا قاعدين بتاكل وانتوا قاعدتوا خسر عني حاجة ما أنتوا بتاكلوا خلاص إذا أنت مالك إنت أنت هتقف بقى ولا هتخسل فاكهة ولا تقطع فاكهة ولا تقعد حضرتك قدام التلفزيون ولا قاعد على الأهوال حد ما ييجي معادة السحور ومروح عندي منه معلقة كريم شانتي وإدرب دا كله في بعضه مع الزبادي بشا بص بشا بشا وبعدين أنا بالنسبة لي معلقة المربة بصراحة مربة مربة بالفاكهة أصلا دا بقى لو بحط عليه سكر ولا عسل ولا مربة ولا أي حاجة زبادي بالفاكهة أصلا جاهز يبقى تمام قوي كده وتحطوا عليه الفاكهة الموجودة في التلاجة وبعدين نقوم دخلين بقى بالإيه بالكلام دا كله في بعضه تخيلوا بقى كده يا جمعة تخيلوا معي الموقف أنا لو قدامي الطبق دا بحطش إيدي في حاجة تانية يعني خلاص الموضوع كده خلص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر